كلهم شربوا من المية خلاص الأهل هو النيل بتاع الكرة المصرية مثلا لا أنا مش هقدر أقول كده أقولي الناد الأهل الكيان سبت مبادئ كل من دخل فيها اتطبع باطبعها الكيان ده عودك يعني ايه روح يعني ايه بطولات يعني ايه حصد بطولات يعني ايه استثمار البطولات انها تزيد نحن الناد الأهل التي بقى الكؤوس والدروع انتم شافتوا ديها فين اعمل متحف فقا ناخد حتة من الأبرة ونعمل متحف متحف الناد الأهلي لحصد البطولات طب بمناسبة الكيان والقيم يعني كابت المهود الخطيب مبارح في حواره مع قون الحقيقة كان حوار كويس جدا الجملة لما تسأل على حصام عشور ورمضان رمضان صبحي هل ممكن يرجعوا الأهلي هل دي من ضمن القيم انت شاف ان ده صح يعني النهار ده اقفض انا العيب غلط يعني حسام عمل فيديو نتيجة انه عايز يعمل مطشة هتزال او مش هيعمل وراح المتشار تورك قال الشيخ وحاسب تجاهل شوية فهو العيب تاريخ في الناد الأهلي فقال كلمتين اتفك بكلمتين هل معناه ما يخشش الأهلي تاني كابت الخطيب قال اللي يغلط فيه الناد الأهلي انا مش هسامحه مقدرش هسامحه وقدم يسلى حتى على حسام وعلى رمضان والرمضان مشي لانه كان في الأهلي وحيجدد ومشي وراح برامد زكات مفاجأ وصدمة ومتقى لكن حسام ده رجل كان موافق انه يبطل وهيشتغل في القناة واعمل معرفش ايه الحاجات اللي كانوا بدينها له يعني وقتها لكن اتأخروا عليه ففطفط بكلمتين هل ده يعني دي من ضمن القيم انت شاف دي من ضمن القيم والمبادئ يغلناد الأهلي هقول حاجة بسيطة يعني بشكل مختلف عن اسم الكورة انا في بيتي في بيت العيلة اللي فيه والدي ووالدتي ما اقدرش وابويا بيتكلمني اقول له انا ما ينفعش انا راجل كبير انا هاخروج ما ينفعش اقول له كده احنا تعلمنا ان الاحترام هم هيشوفو لك مستقبلك احسن منك بس هو مش متأخر هو متأجل لمرحلة استاذ محمد انا هضرب مسأل بيا كابتن صالح وانا بمضي للناد الأهلي انا جال الزمالك بمبلغ خيالي خيالي هدونات اكيد مش خيالي لأ والله خيالي طب كان كام يعني 300000 جنيه ده لك يعني في السنة انا سعيتك في المحلة وكان عدت السنة الاولى والتانية وكابتن سياجر رحمة الله عليه قال لك كابتن شناوي عمر هيمشي استفاد من السنة التانية لي عشان هو ماضي 3 سنين بس ان المحل لما كنت بتيجي تاخد اي مكافآت بيحط لك ورقة في المص بتمضي عليها الورقة دي سنة اضافية فانا الوحيد اللي قارتها وانا قلت لكابتن عبر حين خليل يا كابتن ماينفعش انا هما ثلاث سنين وانا كنت واخد مبلغ في الثلاث سنين 4000 جنيه في الثلاث سنين في الثلاث سنين 4000 جنيه كتير اوي مدفوع لنادي مدينة نصر 170000 جنيه السنة كام من سنة 92 كنت انا ساعتها لفت انديت مصر كلها طب ال300000 دول القالة انا هتفعهم لزمالك هتفعهم للمحلة لي انا كان الكابتن دكتور زلفقار الجمل جرياني في شبرة قال لي تعالى هتقعد اعدت مع الكابتن حمادة حمادة أمام وكابتن نور الدالي واحد رجال الاعمال اللي كانت موجودة قال لي ملكش دعوة احنا هنخلص المحلة وهنجيب لك فلوسك بس امدي كانوا هم اتنين عمر الحديدي رايح الزمالك هيسن فاروق يا حمزة الجمل يا طلعت منصور راحين الاهلي بص بص انا بالترتيب كده كابتن صالح حصل مكالمة بين احد الاشخاص في التليفون ما كانش فيه موبايلات ساعتها ففي تحويلة جوه الشركة التحويلة دي ما بتتقفل الصوت بيكبر فبتوصل لنا في الاستراحة قالوا يا عمر انا ماما انت فين لا مش صوت والدتي فاما الخط قفل الصوت كبر فانا عرفت ان ايه مين انا في لون الفلانية لازم تيجي مصر النهاردة عشان مجلس الدارة الناد الاهلي اجمع انك انت هتبقى موجود كنت انا قابلها بـ 48 ساعة قاعد مع كابتن انوار سلامة ببيته وقال لي انت عايز يتونه مش عايز حاجة خالص بسالعة في الاهلي اجي اجي جنبي الاسادين حتى اجي بس مش عايز اكتر من كده توجدت في كابتن انوار قال لي هم هيعملوا واحد اين تلاتة بشموهندس عادلي يوم الجمعة رايح الناد الاهلي يخلص مع البشموهندس معتاز زعب مقصود والحج احمد الشيشتاوي كان هو نابرس الشركة ساعة وانا موجود في مصر قلت اما انزل نزلت سازلت الكابتن شوقي وكابتن سياجي وانزلت بالفعل اولا ما انزلت لقيت باب النيل مقفول بالجنزير فاقولت خلاص انا حد اشتغلني وفي تمرينة تاني يوم الصبح دكتور عبدالجل عبدالعيش هنعمل جاري وسبرينتات وحواجز تمرينة بدنية يعني انا هروح ازاي ده ملحدش هنعم فاقولت اتراحت رأي ملحقتش انا هروح هنام في الاصطراح عشان الصبح في التمرين ملحقتش فانا هرجع من مصر الصبح بالأوتوبيس اروح المحلة عشان التمرينة دي فليت واحد من الامن معدي فبيقول لي انت عايز ايه قلت له بشمون ساعد لي موجود قال ليه في حدي موجود ده ساعة اثنين النادي مقفول قلت بشكر قال لي انت ميوت وانا عمره قال لي بتاع المحلة بتاع الفلاحين تعالى دخلت لقيت مجلس درط النادي الاهلي بالكامل معادة كرسي الكابتن صالح كابتن طرق السدي كابتن حسن حمدي مدام مونة الحسين سيد المصر شرع بنجيد محمود دكتور حسون بادراوي السيد بريم المعلم انت حفظه انت فاكر معنا بقول لك انا داخل فيه ترابيزة الترابيزة دي شفتها في الافلام بس شفتها في المؤتمرات بتاعت النجوم الكبار فضل الكابتن صالح والبشمون سعدي عمر انت حضن دي خمس سنين طوله موافق تبقى رأي تشوف انت بتمضي عليه طوله موافق من غير موقع هو خمسة سعبعة عشرة ربنا مطور في العمر همضي لك عايز سنة عشرين تلاتين زي ما انت عايز فجأة لقيت كابتن صالح في وش فابتن انت عارف النامين طوله طبعا كابتن صالح تعال شو ما السوداء عادي يضحك عادي يضحك قال لي انت هتوقع خمس سنين موافق طرقه طبعا قال لي انت بفتح القوضة دي فتحت القوضة لقيت والدي الله هرحمه موجود واخويا مجديل أكبر مني على طول كان والدي في الوقت ده كان جاري سيادة العميدة أحمد عبد الله ادرعلي مين لله هو سفير نور فعارفوا انا ساكن فين ومنين وجابوني وتواجدت وقعت ووقعت وشفت اللي عملي ما شفته يوم احتفالية فريق الأحلام جوه التتش شفت بقى شفت يعنيه الندل أهلي هو الجمهور هو شفت يعنيه الندل أهلي يعنيه كيان كان نقعد في الوقت كابتن شوبيل وكابتن عبد عبد صادي وكابتن أسامة يحكولنا اللي احنا حكيناه للجيل اللي بعدنا طب اتعاست من كل القصة دي اصلوا الكلام في الحاجات دي مش هنزهق منه لا طبعا لأنك في الآخر اتبتكلم على زكريات كلنا بنحبها ترجمة نانسي قنقر افرحايا دانا جزيلا ترجمة نانسي قنقر